باعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو والشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت الشقيقة خلفا للأمير الراحل المفهور له بإذن الله تعالى السمو والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهنيه للشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت وأمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة وللشعب الكويتي الشقيق مزيد من الازدهار والرخاء وثمن فخامة الرئيس الأمير مشعل وأمراء الكويت الرحلين رحمهم الله واقفهم المشرف لجانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف وصولا إلى دور الكويت الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة كما أعرب فخامة الرئيس عن ثقته والشعب اليمني بأن عهدا حافلا بالتعاون المثمر ومزيدا من الدعم ستشهده العلاقة الثنائية بين البلدين في ظل القيادة الكويتية الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر